الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة مسجلة خلال منتجة أعمال تجمع البريكس أعرب خلالها عن بالغ التقدير للرئيس بلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري وما تم بذله من جهود دقوبة لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس على جميع المستوات حيث أسمت الاجتماعات التي استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين الدول المختلفة بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس فلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية أصحاب الجلالة والفخامة رؤساء الدول والحكومات أعضاء تجمع دول البريكس السيدات والسادة ممثل قطاع الأعمال السادة الحضور أود بداية أن أعرف عن بالغ التقدير لفخامة الرئيس فلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري وما تم بذله من جهد دقوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس على جميع المستويات حيث أسمت الاجتماعات التي استضفتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا وفي الإطار ذاته فإننا نثمن انعقاد منتدأ عمال تجمع البريكس الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة التي ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا لتلبية تطلعات شعوبنا وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود السيدات والسادة يعقد هذا المنتدأ في وقت يشهد العالم فيه تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتضلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها بالإضافة إلى تكسيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة وهي مسؤولية مشتركة في المقام الأول يطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسي باعتبارهم شركاء لاغنى عنهم في ذلك الصدق وبالتالي فإن هذا المنتدأ يمثل منصة مهمة تتيح السشراف باختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر السسمار المميزات التنفسية لكل دولة لتشيل مشروعات مشتركة بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع ويعزم دول البريكس كتكتل اقتصادي بارس في زيادة النمو الاقتصادي العالمي خاصة بذل ما تمتلكه دولنا من فرص اقتصادية والاستثمارية هائلة لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والصناعات التحويلية التي أضحت من أهم ركائس تحقيق التنمية الحضور الكريم تسير مصر بخطة واثقة على طريق الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمور في مواجهة الأزمات وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخرا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية فضلا عن تزليل العقبات التي تواجه المستثمرين ومن أبرز سلك الإصلاحات فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص وموصلة تنفيذ برنامج التروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمريكية والحوافز الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية كما تواصل بصر وهدها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحولية والطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني في مختلف أنحاء البلاد مما يتسق مع خطتنا وأهدافنا الطموحة لتعزيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر ولعل من أبرز المشروعات المصرية الطموحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تنطوي على فرص استثمارية كبيرة سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مموذات تصديرية لجميع مناطق العالم فضوء عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التي تجعل مصر المصر الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الوعدة خاصة بالقارة الإفريقية التي أضحت قارة المستقبل في ضغم ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية وكسافة شبابية تصل إلى حوالي 65% من سكانها السادة الحضور ختاما فإنني أقترم هذه الفرصة لو أعرف عن أصدق تمنياتنا بخروج هذا المنتدى بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دولنا مع علاء الاستثمار في الموارد البشرية الأهمية القصوى باعتباره مكوناً وشرطاً أساسياً لتحقيق التنمية والنهضة في بلادنا شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته